وبسبب مشكلة الأسترونيوميكال نمبرز تاعت المين ديان لدينا طريقة تانية نجيب بها central tendency بتاعت الديتا وسميناها الميديان مين أفريج ميديان ميدل ميدل أوف ديتا تعريف بتاحها ميدل فاليو ان ان أوردر ام ايه أنا بدور على رقم في النص كده في سيت أوف ديتا مترتب القانون بتاحها الميديان بيساوي الان ايه هو الان السامبل فاليوز او عدد السامبل فاليوز زائد واحد مقسومة على اثنين ده القانون خلينا احنا نطبق الكلام ده ونشوف في ايه القانون موجود قدامنا هو والتعريف موجود قدامنا هو هنقول فاين دا ميديان للديتا اللي جاية دي تلاتين اتنين واربعين خمسة وعشرين ستة وستين عشرين هجما انا بفكركم الميجروف سنترال تندنسي اللي هو الفايند اللوكيش انا بدور على موقع موقع ايه الموقع الوسط للديتا الموقع الوسطي للديتا فانا بعمل بدور على لوكيشن القانون بتاعنا بقول ايه ان عدد الديتا ست الموجود عندي العدد الموجود عندي كم؟ خمسة خمس ارقام تلاتين اتنين واربعين خمسة وعشرين ستة وستين عشرين دول خمس ارقام زائد واحد على اتنين يعني ستة على اتنين بيساوي تلاتة يعني تلاتة يعني لوكيشن رقم تلاتة في الديتا ست هل هو خمسة وعشرين او ما هو تلاتين ادي رقم واحد اتنين واربعين رقم اتنين وخمسة وعشرين رقم تلاتة وستة وستين رقم اربعة وعشرين رقم خمسة الديتا ماشي كده لكن خمسة وعشرين اجابة خاطئة لان فيه شرط موجود في الميدل فاليو ان انا لازم ارتب الفاليوز اللي عندي او الديتا ست اللي موجود عندي يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا لازم ارتبهم الاول كده انا رتبت الديتا عشرين، خمسة وعشرين، تلاتين، اتنين واربعين، ستة وستين مصبوط وكده اقدر اقول ان السيرد فاليو اللي هو رقم تلاتين هو ده الميديم بتاعي لحظوا معايا ان عدد الارقام الموجودة عندي فردي، يعني ايه؟ اه اه ديتا ست الموجودة العدد الموجود ده فردي خمسة، رقم خمسة، لو طلع خمسة، سبعة، تسعة، اتناشر عدد، تمام؟ ده سهل، ليه بقى؟ لان اتنين على الجنب واتنين على الجنب يفضل في النص خبس، ثلاثة على الجنب وثلاثة على الجنب يفضل في النص اعترض ان هو تسعة تسعة عدد هتلاقي أربعة هنا واربعة هنا والتسعة هو الميدين او الميدين انما لو العدد زوجي هتبقى القضية مختلفة شوي انا حطيت ديتا ست للي هم الطلاب بتاعنا بتاع زمان الجريدس بتاع الطلاب دول عددهم عشرة هنحسبها ازاي؟ لازم انا عدد من الشمال يمين؟ ده واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا هاخد الميدين الميدين بيسوي ايه؟ انا نفذ القانون ان زائد واحد على اتنين الان بعشرة زائد واحد باحداشر على اتنين خمسة ونص طب انا هجيب الخمسة ونص دي من اين؟ خمسة ونص لوكيشن يبقى انا الاول اعمل ايه؟ بعد اما طلعت اللوكيشن بتاعي ارتب الديتا لازم ارتبها فالترتيب بتاعها يبقى شكله ازاي؟ رتبنا الديتا بتاعتنا خلاص؟ الميدين بتاعي اللي هو الفاليو رقم خمسة ونص اللي هو فين بقى؟ انا عندي رقم خمسة اهو؟ انا هشيل حتة دي هنكده نبص نركز هنا سبعة وسبعين ده رقم خمسة وهو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ده الفاليو رقم خمسة واثنين وتمانين هو رقم ستة ده في الترتيب احنا نمرتبين خلاص؟ ههو عايز خمسة ونص انا عشان اطلع النص ده باجمع الفاليو رقم خمسة والفاليو رقم ستة واسمهم على اتنين يبقى سبعة وسبعين زائد اتنين وتمانين على thấyنين بتساوي تسعة وسبعين ونص ويبقى 99.5 هو الميديان بتاعي ده إذا كان حال الـ Set of Data اللي موجود عدد زود لو فردي هده بقى سهلة يبقى خصاص الميديان انه Middle Value اني لازم أعمل Order للـ Array الـ Array يعني Set of Data وعلى فكرة في الـ Excel بيكتبه Array دائما الـ Ordered Array يعني Set of Data اللي موجود عندي ومترتبه واني باخد الـ Number Value يعني الرقم اللي بيطلع لي يا جماعة من الحسبة بتاعتنا الميديان بيساوي N زود 1 على 2 هو ترتيب العدد نفسه مش الرقم كقيمة لا ترتيب عدده فين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة مترتب ازاي فيه الـ Data Set واني عندي اختلاف بين الـ Numbers لو كان الـ Set of Data عدد فردي يبقى سهل ان انا اوجده او لو عدد زوجي باضطر ان انا اخد الرقمين اللي في النص بجمعهم مع بعض واسمهم على اثنين علشان اطلع الميديان بتاعي احنا بنستخدم الميديان ده ممكن نستخدمه البست طبعا بتاعه في الـ Ordered ما هو Ordered اصلا مش كده الـ Ordered Level of Measurement احنا عندنا Level of Measurement انا نفكركم الـ Nominal Ordinal Interval و Ratio يبقى انا عندي ممكن استخدمه في الـ Ordinal Data أو الـ Level of Measurement في الـ Ordinal وفي الـ Interval وقلنا ان اهم قضية في الـ Median او انا بستخدم الـ Median لما يكون عندي فيه Outlayers والـ Outlayers هيبان هنا في الحتة دي يعني انا هاوضح الرسمة دي دلوقتي وقدام شوية هتظهر اكتر واكتر يعني دلوقتي ده المين بتاعي فاكريني Lens of Stay لما كانت الحالة قعدت 100 يوم لو كانت قعدت 10 تيام بس كان هيبقى المين هيبقى هنا لكن المين كان 6 وتسحب بقى 24 فروح مع الـ Outlayer لان هنا كان المين او الحالة اللي قعدت 100 يوم فسحبت المين بتاعها وطلع 24 الناحية دي تمام كده المود سابت هو اعلى مكان وهنتكلم عليه دلوقتي فالميديان بيبقى غالبا بين المود وبين المين اذا فيه Outlayer او فيه Astronomical Data انا هاوضح الكلام ده تاني يا جماعة بس اتمنى ان الـ Concept ده يكون واضح اني بستخدم الميديان علشان خاطر عندي Outlayers او عندي Astronomical Value مؤثر على Central Tendency طيب فيه Level كمان بنقيس بي Central Tendency او طريقة تانية اسمها المود المود موضوع سهل قوي مود يعني موست مين افريج ميديان ميدل مود موست 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 ايه هو الـ Value اللي بيتكرر The Value The Value appears most time in a set of data خلينا ندي مثال لو لقيته ده Value متكرر يبقى ده مود ايه المود في الـ Set ده يلا بصوا معنا كده 84 بالضبط المود 84 لان الـ Data متكرر هو سهل كده يعني مفوش حاجة عشان هو المود سهل كده مفوش حاجة لكن هدي كده مثال عشان نبقى عارفين بس الـ Variation بتاعته او التغيرات الممكن تحصل ايه رأيكو جماعة في الـ Set of Data ايه المود هنا ايه اللي متكرر انا شايف ان المتكرر هو الزيرو صح يبقى المود بيساوي زيرو بس لاحظوا يا جماعة ان في نقطة مهم قوي مش معنى ان زيرو ملهاش قيمة اني اقول ان مفيش مود لا لازم اقول المود زيرو خاصة في العملية الحسابية يعني هي مش هتطلع في الـ Data طبعا او في الرسومات لكن لو المود زيرو لازم نقول زيرو ايه رأيكو بقى في الـ Data سات الجديدة ايه رأيكو بقى في الـ Data سات الجديدة لين what is the مود عندنا ايه تلاتة وتلاتين وعندنا سبعة وارباين صح ولا لا في سبعة وارباين كمان يبقى انا عندي اتنين مود وبالتالي the مود is 33 and 47 اللي اتنين وبنسميها حاجة اسمها باي مودل ديستريبيوشن هي مش قضيتنا بس على الاقل اللي احنا فهمنا هي ليه الاسم ده موجود باي مودل ديستريبيوشن ده معناه ان لو عندي مود واحد يبقى اسمه يوني مودل ديستريبيوشن اه يوني مودل ديستريبيوشن يعني واحد مود باي مودل ديستريبيوشن يعني في مودين طيب نجرب دول كمان الـ Data سات دي وتقولنا ايه رأيكو فيه what is the مود انا مفيش ولا تكرار الـ Data الـ Data كلها مش شكل بعض يبقى انا مفيش مود يبقى المود هو الموستيبيوشن طب انا استخدمه المود ده في ايه بقى ان شاء الله انا احسن حاجة استخدم المود ده فيه في النومنال Data الاسماء اللي بتتكرر انا عندي احمد اسم احمد اتكرر اربعين مرة واسم شريف اتكرر ثلاث مرات كده يعني يبقى انا المود بتاعي هو تكرار المود المود او تكرار الـ Data سات الموجودة بفكركم تاني برضه Level of measurement nominal ordinal interval ratio النومنال اسماء فقط لغير دي descriptive data ordinal قدر ارتبه ترتيب يعني مثلا زي قلنا المسابقات اللي هي الالعاب القوة والحاجات دي الاول والتاني والتالت لكن ما تفرقش المسافات بينه من بعض هو متعرف ان ده الاول والتاني والتالت الـ Interval data اعداد نيوميريكل ان فيه continuity of ما بين الرقم والرقم كله متصل يعني زي الوزن وزي الطول فيه بني ادم وزنه 100 كيلو وفيه بني ادم وزنه مية واحد وثلاثة من عشر الحاجة التانية اقدر استفدها من المود ان المود انا اقدر اخد بيه تكرارات كل الـ Ordinal و Interval والRatio والNominal لكن مش consistent اوي يعني ما هواش قيمة اقدر اعتمد عليها ان اقول ان الـ Data فعلا centrally محطوطة في الحتة دي او location بتاعها هناك لاحظ ان كل كل كلامنا ان احنا بنتكلم على ان الـ Data Central Tendency تحها فيه لان الـ Center جميل والبريفرال ايه وحش او الـ Astronomical Numbers او الـ Outliers هنكمل النقاط المهمة عن Major of Central Tendency في المحاضرة اللي بقيت